زيارة يقوم بها اليوم بابا الفاتيكان فرانسيس بعد أن أجلت مرات عديدة منذ زمن البابا الأسبق يوحنا بولوس الثاني لتفتح الزيارة وابل من الأسئلة عن الهدف والتوقيت والمآلات يزور البابا العراق اليوم في برنامج من أربعة أيام على أربع محافظات هي بغداد ونينوى وأربيل وذيقار وتحديدا مدينة أور الأثرية مسقط رأس أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام يتساءل مراقبون عن الإطار العام لهذه الزيارة هل هي دينية أم سياسية إعلامية وما الرسالة التي يريد البابا إيصالها وما فائدة هذه الزيارة وأغلب المسيحيين العراقيين قد هجروا من بلدهم وسط تفرج حكومي مريب على مدى ثمانية عشر عاما زيارة محفوفة بالمخاطر فالعراق المزروع بشتى الألغام الأمنية والسياسية والاقتصادية ويكثر فيه العابثون والمجرمون بنظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية تريد أحزابه اليوم أن تستفيد من هذه الزيارة للحصول على شهادة حسن سلوك وأن تنظف أيديها من كل الجرائم والموبقات التي ارتكبتها بحق العراقيين هي ومن جاء بها وتحالف معها في أجندة شيطانية لا تغفرها أي زيارة مهما كان حجمها آمال أحزاب السلطة بأن تمنحهم زيارة البابة سكى غفران على مقترفته أيديهم استدمت أولا بتصريحاته الداعية إلى مواجهة الفساد وسوء الإدارة ومنح الجميع حقوقهم وإنهاء صوت السلاح والبدء بإصلاحات حقيقية لكن دعوته إلى السلم المجتمعي وجدت استغرابا كبيرا يشي بعدم فهم أن أصل البلاء في العراق هو صراع سياسي على السلطة والثروة تقوم به إحزاب وميليشيات مدفوعة من الخارج وليس ثمت صراع مجتمعي بين أبناء الشعب الواحد بمختلف انتماءتهم زيارة البابة فرانسيس التي أعادت تسليط الضوء على معاناة مسيحي العراق طوال السنوات الماضية ينبغي أن تعيد التركيز أيضا على جرائم الذين تسلطوا على رقاب العراقيين بكل شرائحهم وساموهم سوء العذاب وأن يحاسبوا على تدمير بلد وتشريد شعب ينتظر قصاصا عادلا سيحدث في يوم ما طال الزمان أو قصر